أولاً مليون مبروك ليفر بول جمهوره محمد صلاح على الفوز بكاس الرابطة وهارض لك لتخل المدرب المحترم جداً هو ولعبي بالفرقة أو الفرقتين بشكل عام عامل مباراة استثنائية فريدة من نوعها في كل شيء في قصارتها وفي جمالها لحب الوصول لركلات الترجيح اللي كان لازم هي بس اللي تحسم مين اللي ياخد لقب الكاس لكن هنا اسمحولي أخلي الكرة على جنب المدة الدقتين يا جماعة زي ما العالم حب كرة برشلونة كرة برشلونة حبها وتأثر بيها وحس إن رجوعها بتعني رجوع الافتسامة بعيدة مع جمهورة المدريد لكن رجوع البسمة هنا كان بيفرق كتير يورجين كلوب واحد من الناس اللي انت مهما كنت بتشجع أي فريق لازم تحبه لازم تحبه لو ما حبتهش علشان فنياته هتحبه علشان اللي عملوا مع اللعيبة بشكل عام وإنه في أصعب الظروف قدر يوجد فريق بطل الناس ما بتتكلمش عن دي كتير إن انت كان معاك إيه وطلعت بينهم بإيه ولو ما حبتهش علشان دي فتحبه يا أخي علشان موقف مهم جدا والعالم بتكتاحه الكورونا لما تكلم على إنه كرة القدم وأهمية كرة القدم هي مجرد لعبة وإنه فيه وظيف تانية مهمة أهمة من الكرة بكتير فبلاشها العصبية ولو ما حبتهش علشان كل ده فانت لازم تحب كلامه بعد نهاية المباراة واللي كان وصفه فيه لحالة كلهر حارس المرمى وصف يستحق إنه يدخل فعلا في مقدمة موضوعاتنا في سوبرليج كلهر هو حارس مرمى ليفر بول اللي بدأ معهم مشوار الكاس واللي بدأ لحد المباراة النهائية الذي كان ليفر بول يستعد فيها إلى مواجهة شلسي كلهر حارس المرمى إن لعب المباراة في وجود تكير على مقاعد البودلاء اللي خد غمار ركلات الترجيح سؤل عنه يورجين كلوب بعد المباراة رغم إنه ما أنقصش حاجة فيهم كيبه هو اللي ضايع في النهاية لكن الرجل بيقول إيه؟ ممكن نشوف الرجل بيقول إيه؟ حتى في كرة القدم الاحترافية يجب أن يكون هناك مساحة مهمة ويجب أن يكون هناك بعض المشاعر أنا هقول الكلام اللي تقال ولنقر في المؤتمر الصحفي وهقول الكلام اللي تقال سكاي ده اللي تقال في المؤتمر الصحفي يجب أن يكون هناك مساحة لبعض المشاعر كلهر هو صبي صغير يلعب في جميع المسابقات ماذا أفعل؟ أنا شيئان مدرب محترف وإنسان والإنسان قد فاز في الجزء التاني اللي تكلم فيه في السكاي قال حاجة شبه كده لكن قال أنا كنت ما بين اتنين أنا المدرب الاحترافي اللي لازم ياخد قراري يفيد الفرقة وأنا بنا آدم وشايف كلهر قدامي الراجل اللي هو مش أعظم حاجة في حراسة المرمى وللفارق بينه بنقالسهم كبير جدا جدا وقد يكون الفارق ما بينه وما بين حراس كتير جدا على مستوى العالم كبير لكن في النهاية البنا آدم اللي جواهي هو الكسب وأنا أكاد أجزم حتى لو كانت ضرب الجزء تغير كل المعطيات دي إن القصة دي كان هيتم الاحتفاء بيها مهما كان لأنه ما تقنعنيش إنه كلهر داخل ضربات الجزء الترجحية وهو بيشوف السقف مدربه فيه عملة كده هو مش كان السهل إنه ممكن حارس مرمى تاني ينزل زي ما تخي العمل لكن أنت الراجل بتاعنا النهاردة أنت اللي بادئ وانت اللي أنقصت كم كورة وانت اللي هتقضنا في ركلات الجزء الترجحية وبالمناسبة أداء كلهر رغم إنه ما أنقصش حاجة كان أفضل بكتير من أداء كيبة وبالمناسبة تاني والله أعلم لكن كيبة كان متأثر جداً إنه من دي لبدأ المباراة إنه كان حاسس إنه دي بتاعتي فانت ننزلني عشان ركلات الترجيح نازل وهو مش جاهز مش عارف يكبر جسمه هو جسمه مش كبير طولاً وعرضاً واكتفى بالحركات الاستعراضية اللي دودك كان بيعملها في نهاية 2005 الشهير مع ميلاً تبا تحسش إن في حالس كبير يواقف قدامك موضوع بقى من دي يشارك ما يشاركش هو بطل من ركلات الجزء الترجحية هذا موضوع تاني لكن اللي عمله كلوب مع كلهر جرعة من الثقة وجرعة من الجمال في التعامل مع بنا آدم سيباكي الكرة خالص تعاون مع موقف بالطريقة دي وبالشكل ده يضاف إلى سلسلة من مواقف كلوب وهنا لب الموضوع اندبندنت قررت إنها ما تسيبش المشهد ده في حاله وإنها تفكر الناس لأنهم كانوا محتاجين يفتكروا الحاجات اللي شبه دي اللي عملها يورجين كلوب قبل كده على مدار المسيرة مليساريا دي واحدة من أشهر الصحفيات على مجتوى العالم والمختصة بشأن ليفر بول كتبت إنه في موقف مشابه تماما في 2018 في مباراة ليفر بول مع ريال مدريد الشهيرة لما كانت المسألة هنا لها علاقة بحارس المرمة الذي لم يكن موفق لوريس كاريوس في 2018 مرات يورجين كلوب شخصيا راحت علشان تواسي ولدت كاريوس وهم راجعين كان صورة شامبرلين وإصابته مهمة جدا فورها للعيبة قال لهم ده الدرع الأوروبي ريال مدريد النهاردة كان محظوظ هنستعيد هدوءنا وهنرجع من تاني وقد كان جورجين كلوب اللي في كل المواقف اللي كانت مختصة بكوتينيو واللي كان جامهير ليفر بول بت رجل تعرض لكل الحاجات الممكنة هو الشخص الوحيد اللي كان بيتكلم عن كوتينيو بشكل جيد بيت للفرقة عايز تمشي يتوكر على الله الموضوع منتهي لكنه لم يخطئ أبدا وما خدش اللقطة في موضوع كوتينيو حتى بعد موضوع كوتينيو في 2016 فكرة باعه لما ليفر بول خسر من السيتي كان الكلام بعد المباراة بيفكر الناس بأنه الساذجين من يبقون وينتظرون الهزيمة التالية مش هنعمل ده الرجل النهاردة بطل ممكن يخش في جدال مع جوارديولا على حكم ممكن يخش من بابل نيونبر على السيتي بأنهم هيكسبوا إيفرتون والفريق هيرجع ست نقاط بس وينت كاونت لما تيجي لحظة الجد ده يورجين كلوب عشان كده التعامل اللي كان لازم يحصل مع صلاح ومانيه كان الرجل ده هو اللي يعرف يعمله ده بس اللي كان يعرف يعمل ده ويحتوي اللي اتنين في كل الظروف وفي كل المواقف واختابا بقى عشان دي كانت تعرفيني احنا متبنيين الموضوع ده بقالنا كم حلقة لما صلاح راح لابو جبل وقال له مانيه جاي ورايا دلوقتي وهو هيشوتها في الحتة دي وجاي صديو مانيه يجري علشان يقول لابو جبل الكلام ده لما ظهر للإعلام الناس قلت لك ايه ده انترخم يا عم مانيه قوي بتعمل ليه كده يعني صلاحه هو راجع من البنالتي قبل جورجينو فقال جورجينو دون جمب ما تنطش اللي هي النطة اللي بيخدها قبل كل دربة جزاء ما تنطش وسبه ومشي وده حيك وسبه ومشي تبص على اللقطة تقول هو بيناكف فيه ليه هو فيه ما بينهم حاجة حقيقة نو صلاح كان صوته لجورجينو في الكرة الدهبية فالمواقف اللي زي دي انت بتحاول تنكش خرج العيد عن شعوره لو عرفت تعمل ده ده في الكرة لكن بعد المش كل حاجة تمام دول صحاب ودول صحاب فدي مسألة نجاح الفيربول في الكرباو كان نجاح رائع يستحقه هذا الرجل هرد لك في تشيلسي للموسم بتاعه أصبح صعب جدا لأنه من الدوري للكقوس تشامبيونزليج لسه فيه الفرصة لكن تخل بكل تأكيد موضوع من دي يأخذ شوية وقت في التعامل مع الصحافة الإنجليزية